مرحبا متابعين الكرام متابعي جديد أحوالها طقس صحة فتوركم متابعين الكرام رمضان مبارك للجميع إذن متابعين الكرام إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة بدرجة الحرارة التي ستكون بحول الله تعالى يوم الغد الأحدى التاسع عشر من شهر مايس ستكون أجواء باردة كما نتبع معكم في الصورة على المناطق الغربية الوسطى والشرقية لكن متابعين الكرام ستة ولايات معنية بدرجة حرارة ستكون باردة وأجواء شتوية كما قلت إن شاء الله سنسجل تقريبا الخمس عشر وثلاثة عشر الدرجة على هذه الست ولايات وأجواء باردة كما قلت ما بعد الظاهرة إذن ولاية البيض ستكون معنية ببرودة في أحوال الطاقة بالإضافة إلى ولاية التيارة ولاية الامدية بالإضافة إلى ولاية السطيف أيضا ولاية الجلفة ستميزها أجواء باردة بالإضافة إلى ولاية برج بوعري ريجة ستتراوح متابعين الكرام درجة الحرارة على كل هذه الولايات ما بين 13 إلى 15 درجة ما بعد الظاهرة إذن متابعين الكرام أجواء باردة ستميز كل المناطق الجزائرية ودرجة حرارة ستكون أيضا باردة كما قلت على هذه المناطق فقط كونوا معنا وتابعونا وسأوافيكم بكل جديد أحوال الطاقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته